أنه الحقيقة الجوائز العالمية اللي بتسعى للنادي الأهلي والاستفتاءات الدولية الكبيرة دايماً تلاقي فيها النادي الأهلي وكل حتى الإحصائيات لما تيجي تعمل أي إحصاء لعدد كفاية أن الأهلي الإحصاء لأخير عن عدد البطولات أو عدد المباريات اللي تحققت مكسب في خلال سنة من أكتوبر اللي فات لأكتوبر الحال الماضي الأهلي الثالث العالم في كرة القدم كان لا يسبقه إلا منشستر سيتي وريال مادريد والأهلي الثالث العالم الحقيقة إنجازات رفيعة المستوى جداً يفخر بها كل أهلاوي لكن كمان جاء الحديث عن جائزة جلوب سوكر اللي نشرت مساء الثلاث قوائم المرشحين للجائزة اللي بتحظى باهتمام دولي كبير ومن خلال حفل كبير هيقام فيه أبو ظبي في ديسمبر القادم الحقيقة أضيف إليها اهتمام عربي كمان في ظل الأسماء الكتيرة اللي نشرت الجائزة بتمنح فاربعتاشر فئة مختلفة وحفل الجائزة زي ما قالت لكم هيقام أو هو بتعمل سنوياً في دبي بقاله من عشر عشرة كريم بن زيمة كان آخر من حقق الجائزة في فئة أفضل لعب عن السنة اللي فاتت عشرين اتنين وعشرين وبيعد كريستانو رونالد هو الأكثر تتويجاً بالجائزة خدها خمس مناسبات مختلفة أخرة في 2019 التصويت فيها التاريخ 2019 ده هو ده الغرابة إن في السنة كبيرة بيقدر يحصل عليه التصويت بيلعب دور أساسي في عملية اختيار الفائزين عشان كده ده مهمة جماهير الأهل يمكن الرابط بتاع الجائزة كل الناس بتنشره فمطلوب مزيد من التفاعل ومزيد من الاهتمام من جماهيرنا الكبيرة الجائزة بتعتمد بنسبة 100% على التصويت طريقة التصويت يمكنك التصويت على مختلف فئات جائزة جلوب سوكر عشرين تلاتة وعشرين من خلال الموقع الرسمي للجائزة وبعد الدخول للموقع هتختار الفئة وتصوت عليه حفل الافتتاح زي ما قلتلكم هيتعمل في دبي إمتى 14 يناير عشرين اربعة وعشرين يعني وقت طويل للتصويت قيمة المرشحين لأفضل لعب في العالم نجمينا العلام الكبير محمد صلاح على رأس قيمة كبيرة جدا مش بالضروري إن هي تبقى متراتبة لأن فيها كريم بن زيما وفيها ياسين بونو وفيها لازال على فكرة طبعا هالند موجود وهاريكين موجود لما ما زال لازال لونيل ميسي وما زال كريستانو رونالدو القائمة ولوكا مودريتش قائمة طويلة جدا انت بتختار اللي بتصوطله من خلال أفضل لعب نتمنى إنه كل جمهورنا يهتم بالتصويت لنجمينا العلام الكبير محمد صلاح كواسي قوي طبعا إن شاء الله صلاح يكون مستحق الجائزة أفضل مدرب في العالم وده بارده تاني بصوا قيمة النادي الأهلي الأهلي بيحط مارسل كولر على قيمة المرشحين بنفسه بقى نخبة من كتير جدا من مدرب العالم لما انت تلاقي كولر بينافس مع كارلو أنشلوتي ومع سيموني نزاجي ومع سكلوني ومع توماس تخيل يعني نخبة من المدربين العالميين لمختلف الأندية والمنتخبات العالمية إنه يتحطى باش مهندس مارسل كولر بعد سنة أولى لهم على الأهلي ضمن 15 مدرب على مستوى العالم منهم أسماء طبعا مخيفة وهو بقى تعود على الاسم من صوابق التكرار والمكانة هو ده اللي بيهدد واحد بيقتحم هذه القائمة الأول مرة بس هو بيقتحمها من خلال النادي الأهلي فهو حيعاول برضو على قوة النادي الأهلي وجماهيره طيب في جائزة أفضل لعب خط وسط أيضا يمكن ما عندناش حد فيها لكن خلينا أقول لكم على حاجة أفضل لعب في الشرق الأوسط يعني ده برضو شريحة أخرى في الجائزة نجمنا وحارسنا العملاق محمد الشناوي ينافس على أفضل لعب في الميدل إيست أنتوا متخيلين أنه دمن 12 لعب معه رياض محرز ومعه كريم بن زيمة ومعه عبد الرازل حمد الله ومعه مراد باتنة ومعه سلم الدسري وطبعا كيرسان ورونالدو كمحترف في النصر السعودي وعالم بخوت لعب الجزيرة الإماراتي وعلي خندر روميرو لعب العين الإماراتي هتكتشف أن السعودية لها نصيب الأسد لأن النجوم دي كلها راح يطلوهم أيوه ومشيل أولنجا لعب الدحيل القطري قيمة أنه محمد الشناوي حارس المرمى يدخل ينافس على أحسن لعب في الشرق الأوسط أعتقد دي مسألة كمان كبيرة جدا ورفيعة في أفضل لعب مفضل لدى الجماهير النجم الجماهيري هتلاقوا إن شاء الله محمد صلاح موجود فيها وفيها نمارو وفيها رونالدو وفيها طبعا روبرت ليفاندوفيسكي وجونيور وليونيل ميسي وهالند دول كلهم مهاركين دول جايزة أفضل لعب مفضل لدى الجماهير أتمنى أنه جمهورنا برضو يصوت بكسافة لصالح محمد صلاح كأفضل نجم لدى الجماهير أفضل نادي في العالم بيتنفس عليه عشرين نادي على هذه الجايزة لما يكون الآلة على رأس القيمة اللي فيها روما ويونيوم برلين وفاينورد الهولندي في اللومونيزي البرازيلي اللي صعد لكأس العالم للأندية والمفروض موجود في سكة الأهل إن شاء الله تعالى الأهل يواجهوا بإذن الله فيها البايرن ميونيخ فيها إشبلية فيها الإنتر ميلان فيه منشستر سيتي فيه باريس سان جيرمان وفيه بوكا جونيورز وفيه طبعا الهلال والاتحاد من السعودية وفيه الوداد المغربي وأراوى ريد ديمونت وبنفيكا واستهام يونايتد والقيمة شاهدت خروج أندية بحجم ريال مدريد واليوفنتس وليفربول ريال مدريد ده الفائز السنة هو المتوجب الجايزة لكنه حسب العدد خرج من قيمة السنة دي جايزة أفضل نادي في الشرق الأوسط أيضا فيها النادي الأهلي بنفس الأهلي على جايزة الفريق الأفضل في الشرق الأوسط ضد أربع فرق سعودية الهلال والنصر والاتحاد والشباب والدحير والريام من قطر وشباب أهل دبي من الإمارات إذن فرص الأهلي كمان إن شاء الله تكون كبيرة سواء في أحسن نادي في العالم أو أحسن نادي في الشرق الأوسط بقى كورو النساء ملناش فيها بقى ما فيش داعي إن احنا نقعد نقرأ اسماء مش هنعرف حد فيها وهنجودة يعني النادي الأهلي يتردد اسمه في هذه التصويتات في أربع خمس مناسبات أفضل مدرب أفضل نادي على مستوى العالم أفضل نادي على مستوى الشرق الأوسط هنجودة أفضل في الإبداع الرياضي الشناوي في أفضل لاعب محمد صلاح مناسبتين موجود فيهم يعني نرجو إن ما لا يدرك كله لا يدرك يعني نجمنا كأفراد حاولنا بعض الانتصارات طيب صديقنا العزيز الدكتور أحمد ثابت المؤرخ والموسق والمحلل في قناة الأهلي الحقيقة مش سايب حاجة حتى السلة فبعت لنا إحصائية عن لعب الأهلي الأكثر تسجيلاً للنقاط في مباراة اليوم قدام للتحدي سكندري إيهاب أمين في الصدارة بـ 26 نقطة عمر الجندي 20 عمر طارق 15 عيسى 8 ومروان سرحان 5 وعمر زهران 4 وأحمد مهيب 3 ومصطفى كيجو 3 ويوسف المعداوي 2 أعتقد كانت مباراة قوية جداً إذن يعني أمين عودته مهمة جداً وتديك أمل إن بإذن الله والجندي السلاسي ده الجندي أمين عمر طارق مع زملائهم أنت تعرض سمير لإصابة قبل المتش مش كده ما لعبش النهاردة ما لعبش فده برضو خسارة كبيرة لكن أنا شايف الفريق دفاعياً بتحسن نجومنا بيستردوا مستوام حتى اللعب الأجنبي كل شوية عيسى بفاجئنا بحاجة ترجعنا للمباراة من مباراة المفضلة هي مباراة الزمالك الماضية فنرجو إنه قدام شموح يكون الدنيا تحسينك كمان أكتر من كده طيب الزميلة هنا أبو القاسم كانت مع نجوم الأهلي بعد الفوز هنشوفها في هذا التقرير في لقاءتها مع نجوم الأهلي ونطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر